وأخيراً أحبائي أنا عاوز أتكلم عن النظرة الروحية وعلى فكرة أختي مريم يعني هي لمست هذا الموضوع بشكل جميل جداً اتكلمت عن رحمة الله وبنفس الوقت عن عدالة الله لأنه مكتوب أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا فالمسيح جاء مش عشان يكون سوبرمان يعمل معجزات ويعلم أجمل التعليم ويعمل الخوارق ويعيش حياة كاملة ما فيش أي إنسان في الوجود عاش بكمال المسيح مش هذا الغرض ولا حتى الرسل اللي كرزوا بيسوع كرزوا عن حياة يسوع كرزوا برسالة وحدة بقيامة يسوع المسيح من الأموات كرزوا إنه يسوع المسيح حي وهون بيوضحها بشكل واضح لاحظ ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله من السماء ابنه مولود من مريم العذراء مولود تحت النموس يعني عمل كل الأشياء يعني سموه في اليوم الثامن الاختتان عند اليهود في اليوم الثامن التطهير بعد أربعين يوم وطبعا دراسة الشريعة والنموس كان ينمو لحد ما صار 30 سنة أيام الخدمة عمل وكان يروح على المجمع ويعيد الأعياد اليهودي كل الأمور ولكن شو النموس أحبائي؟ النموس بيوري الإنسان إنه الإنسان عاجز وإنه الإنسان خاطئ؟ النموس هو مثل المرآة عندما أنظر إلى المرآة أرى حقيقة نفسي ولكن كيف أحسن من حالتي وأجمل ذاتي أمام المرآة؟ المكياج بروح بعد ساعة ولكن شو التغيير هذا اللي بيحدث في حياتي؟ فالمرآة أو النموس بقول في شخص اللي هو أخد مكانك عشان أنت تعيش بحرية وهي رسالة المسيحية الرسالة أهم عقيدة في المسيحية هي عقيدة التبني شو هي عقيدة التبني؟ اسمع ما يقول الكتاب المقدس ليفتدي الفداء الذين تحت النموس لأنه النموس حكم علينا أننا خطاء ولا نستطيع أن نخلص أنفسنا طب ليه هذا الخلاص؟ لننال التبني شو يعني التبني؟ أنه صرنا أولاد الله بالإيمان وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا لا من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم ولا لأنك ابن إبراهيم فالله قادر أن يجعل من الحجارة أولاد الإبراهيم ولكن بيحكي تعبير واضح بل الذين ولدوا ولادة روحية من فوق ولادة اللي هي عمل الروح القدس في الكيان والقلب من خلال عمل الإيمان فإذن صرنا أولاد الرب التبني وبما أنكم أبناء يعني صرنا أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صار فيه علاقة شخصية صارخا بابا يا أبا الآب إذن لست بعد عبداً بل ابناً وأن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح يسوع طب وانت الإنسان بيورد؟ لما شخص بموت وبما أنه المسيح هو مات فصار إلنا الحق أن نرث يكون عنا كل امتيازات وبركات الله شرعياً وقانونياً لأننا أصبحنا أولاد الله من خلال الإيمان أنا بتشوف نفس القضية في روميا الثمانية وفي غلاطية ثلاثة ستة وعشرين مكتوب لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يونني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد وارثة فالنظرة الروحية أحبائي المسيح هو الفادي افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه وبصفر العبرانيين مكتوب فواجد فداء أبدياً فهو الفادي متبررين مجاناً بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع ربنا الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا اختتم بدم المسيح فهو الفادي وهو المخلص وهو المحرر ولكن شوف الفرق أنا بتذكر في أيام داعش لما كان في ناس فعلاً عندهم استقامي كان يشتروا البنات اليزديات من سوق النخاسة وين كان يبيعوا البنات اليزديات وبعدين كان يشتروهم ويحرروهم المسيح مش بس اشترانا بل افتدانا مش بس حررنا عشان يكون أحرار ولكن عمل شيء أعظم صرنا أبناء لله بالإيمان لأنه صرنا أبناء صار في علاقة شخصية علاقة الإبن نصرخ يا أبا الآب صرنا نصلي يا أبانا الذي في السماوات صار في علاقة شخصية ومش بس علاقة شخصية الروح القدس ساكن فينا وهذا هو عمل الفداء فكل الغرض من ملء الزمان جاء يسوع أظهر محبة الله محبة الآب تجاه الجنس البشري الخاطئ المستحق أعذاب الجحيم افتدانا من لعنة النموس افتدانا أصبحنا أولاد للرب بالتبني وصرنا أبناء الرب فينا روح الرب فصار إلنا الولادة الجديدة حصلنا على غفران الخطية نلنا الخلاص الكامل ضمان الحياة الأبدية وعندما نؤمن بالرب يسوع وما فعله من أجلك ومن أجلي اسمك واسمي بينكتب في سفر الحياة فالسؤال هل تريد أنه اسمك ينكتب في سفر الحياة هل ممكن ترفع إيدك في هذه اللحظة تقول نعم أريد وإذا صليتها من قلبك تأكد الرب أعطاك الخلاص وضمان الحياة الأبدية الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر